الرئيس السيسي يوجه باستكمال مراحل تطبير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة على هامش أعمال الجمعية العامة بالنيويورك أشوكري يبحث مع نظيره الصيني تدعيات أزمتي الغداء والطاقة وقضايا المناخة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفن يقول إن روسيا ستواجه عواقب كارثية إذا سلكت المسار المظلم واستخدمت الأسلحة النووية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت دريلتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال مراحل تطبير نظام التعليم الأساسي تنهد استراتيجي للدولة لبناء الإنسان مع زيادة الاهتمام بتحسين أليات تنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب لتصبح تلك هي القيم الجديدة للتعلم لدى المجتمع ولتكون ثقافة تتخطى الموروث القديم الذي اختزل العمليات التعليمية في الحصول على شهادة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير التعليم كما وجه الرئيس السيسي في ذات السياق بالاهتمام بالحوار المجتمعي ومنصات الاستبيان في مجال تطوير التعليم مع ترتيز على اكتشاف ورعاية الموهبين والناغبين باعتبارهم ذخيرة الوطن وقاطرته للتقدم كذلك وجه الرئيس السيسي بالاهتمام بقطاع المعلمين باعتبارهم الشريان الأساسي لعملية التعليمية مع القيام بانتقاء ألف معلم ومعلمة من المميزين في التدريس لتأهلهم على أعلى مستوى ليصبحوا في طالعة الجيل المستقبلي لمدير المدارس من شباب المعلمين الاجتماع شهد أيضا عرض الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد وتركيز وزارة التعليم على دمج التكنولوجيا في منظومة التعليم فضلا عن اكتشاف الموهبين في جميع المجالات أقلعت طائرات النقل العسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال كما قامت القوات المسلحة بدفع طاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التي تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجاهزة طبياً وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم كل الإمكانيات مصخرة لهم علشان إخواننا من دولة الصومال وضحايا عمليات الإرهابية إحنا عندنا الحمد لله خبرة في تقديم الخدمة الطبية في هذه الحالات ومستشفة كلها على أعبة الإسعداد لاستقبال هذه الإصابات ما بين إصابات في العين والوجه وكسور بالفك وكسور متفرقة بالجسم ولكن الحالات كلها الحمد لله مستقرة وتم تسكنهم والتعامل معاهم وإعطاء العلاج المناسب ويتم الشفاءهم على خير ويرجعوا بلدهم بخير إن شاء الله يأتي ذلك تأكيدا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات تعظيم السياحة اليخوت في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعظيم هذا النوع من السياحة وتطبيق سراتيجية متكاملة لذلك تتضمن مخططا عاما لإنشاء المراين والمراسل الدولية على مختلف سواحل الجمهورية وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة الوزرية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت وما تم من جهود للتعامل مع أي مشكلات تواجه التحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة بالدولة المصرية وكذلك جذب المزيد من اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية كما تم استعراض استراتيجية هيئة قناة السويس لتعزيز سياحة اليخوت سياحة اليخوت أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة والتي ستدخل طرق نصر مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطع وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النقل الذكي أكد مدبولي على مراعاة التنفيذ وفقا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبقى لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية مما يفتح أفاقا اقتصادية جديدة ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية هذا وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة خاصة ما يتعلق منها بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العادلة التي من بينها الطريق الدائري الإقليمي والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وطريق القاهرة الإسماعيلية حيث تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أدهزة الموضومة على طريق شبرى بنها الحر وتبهيز غرفتي المراقبة والتحكم أدانت مصر الهجوم الانتحاري الإرهابي على مركز تدريب عسكري جنوبي العاصمة الصومالية مقدشو وجددت وزارة الخارجية على ثوابت الموقف المصري تجاه إدانة كافة أشكال العنف وتطرف والإرهاب وضرورة التصدي لها وتكثيف منابعها ودعم مصر الكامل لاستقرار الصومال وسلامة شعبه الشقيق التقى وزير الخارجية سامح شكري مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك خلال اللقاء أشهد الجانبان بالزخمة الذي تشهده العلاقات الثنائية والمتبعة المتميزة لنتائج الحوار الستراتيجي بين البلدين في يناير 2020 في ضوء الشراقة الستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين واتفق الوزيراني على مواصلة التشاور بينهما بما يستهدف تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين خاصة في ظل التحديات التي يوادهها المشهد الدولي الحالي من قضايا مختلفة ومتشابكة مثل الأزمة الأوكرانية الروسية وأزمتي الغذاء والطاقة وقضايا المناخ وسد النهضة غادر القاهرة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغلق عدة أيام وذلك في إطار بحث سبل التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما تأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط بين مصر والإمارات واستمرارا لعلاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة نظمت القوات المسلحة زيارة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة أشهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالمستوى الراقي التي تتميز به مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة بما يؤهلها للظهور بالمظهر المشرف خلال استقبالها كافة المسابقات التي ستقام عليها مستقبليا نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا معرضها الأول للكتاب لخدمة دارسيها من العسكريين والمدنيين والذي تستمر فعلياته حتى الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري ويشارك بالمعرض عدد من الجهات التي تقدم إصداراتها بمختلف المجالات منها هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة والهيئة العامة للكتاب ويأتي المعرض في ضوء تطوير العملية التعليمية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وإضافة كل من ما هو جديد في مختلف العلوم العسكرية والمدنية في إطار سراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويد المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 536 عنصر إجراميا ومصر عنصرين إجراميين شديد الخطورة بنطاق 25 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرخ بالإكراه، خطف، سلاح، مخدرات وضبط معهم 231 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقالية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 88 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 770 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش، وسناني جيرينوف، ومائة وسبع عشر بندقية، وثمان وثمانون بندقية ألية، واربعة واربعون مسدساً وخمسمائة وعشرون فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومائة وخمس وثلاثون خزينة إضافة لألف وستمائة وتسع وخمسين قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ أربعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وأربعمائة واثنين وسبعين حكماً قضائياً من بينهم ألف وستمائة وتسعون حكم جنايا مائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون حكم حبس ومائتان واثنين وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وأربعون حكم غرامة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وسبعون حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا خمسة وثلاثين متهماً قاموا بارتكاب سمانية وخمسين حادث سرقة متنوعة وتم كشف غموض واحد وتسعين حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 139 متهماً وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1573 قضية إدغار في المواد المخدرة من بينها قرابة 708 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 3655.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 51.5 كيلو جرام وضبط حوالي 14 كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 16 كيلو جرام من مخدر لستولوكس وعدد 34154 قرص مؤسر و53666 قرص ترامدول مخدر وتسعة عشر ألف قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 78 مليون جنيها كما تم ضبط قضية إغسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 34 مليون جنيها متحصلة من الإدجار غير المشروع بالمواد المخدرة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الداخلية خلال الأربع وعشرين ساعة من ضبط 454 قضية تمونية بمضبطات بلغات نحو مائة واربعة وعشرين طن وفي مجال الإسلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط سبعة أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية فقد تم ضبط مائة طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط سبعة عشر طن حديد تسليح وأسمنت وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط سبعة مائة واثنتين عشر قضية من بينها مائتان وواحد قضية خبز ناقص الوزن ومائة واثنتين وتسعين قضية خبز غير مطابقة للمناصفات عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير القهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألومنيوم في مصر وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم وذلك لدورها الحيوية في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية مع حوكمة معايير دوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألومنيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدم الألومنيوم وخاماته فضلا عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة وكذلك احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاسترادة ووجه الرئيس باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر الألومنيوم وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وإلى ملف الأزمة الروسية الأكرانية حيث قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليستراس إن بلادها وحلفائها يجب أن لا ينصتوا إلى ما قالت إنها تبول حرب يقرعها الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا بعد أن أمر بتعبئة جزئية للقوات الروسية وأثار احتمال نشوب صراع نووي وفي مقابلة مع شبكة سي أن أن الأمريكية قالت راس إن قرار الرئيس الروسي بالتعبئة الجزئية جاء نتيجة الخسائر التي تتكبدها روسيا في أوكرانيا مشيرة إلى أن فوز بوتين بالحرب سيعني توجيه رسالة مروعة لأوروبا ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في فرض العقوبات على روسيا ومواصلة دعم الأوكرانيين قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيكا سوليفان إن روسيا ستواجه عواقب كارثية إذا سلكت المسار المظلم واستخدمت الأسلحة النووية وأضاف سوليفان أن الجيش الروسي يعيش مأزقا في أوكرانيا وأن أوكرانيا تنتصر وتحقق مكاسب في ساحة المعرقة بما يمنع الجيش الروسي من التقدم مؤكدا أن واشنطن ستفرض عقوبات دديدة على روسيا إذا ما استمرت في مسار الاستفتاء بمناطق شرق أوكرانيا وستضاعف جهودها لإمداد أوكرانيا بالأسلحة أكد وزير الخارجية الأوكرانية ديمتر كوليبة أن تلميح روسيا بشأن احتمالية استخدام أسلحة نووية يعرض العالم للخطر وأضاف كوليبة أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجير لابروف بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق وأكد أن أوكرانيا لن تستسلم في مواجهة ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية وصلت الهجمات حول محطة زابوريجيا النووية بما في ذلك إطلاق ثماني طائرات مسيرة من تراز كاميكازي على المنشعة وقالت وزارة الدفاع أن القوات الروسية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار خارج أراضي محطة الطاقة النووية مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع لا تزال طبيعية أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت عشرات الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على أهداف عسكرية ومدنية من بينها 35 تجمعا سكنيا في ساعة الأربع والعشرين الماضية يأتي هذا فيما وصفت الرئاسة الأوكرانية لاستفتاءات على ضم عدد من المناطق لروسيا بالباطلة مشيرة إلى تصعيد موسكو العمليات القتالية بعد قرار باستدعاء جزئي لقوات الاحتياط إثر خسايا تكبدتها موسكو مؤخرا في أرض المعركة أعلنت اللجانة الانتخابية في مناطق شرقية أوكرانيا أن نسبة التصويت باستفتاء الانضمام إلى روسيا قد تجاوزت 55% في دونسك و45% في لوهانسك و31% في خيرصون و35% في زابوريجيا في اليوم الثاني للاستفتاء وأشار رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في دونسك إلى إدلاء نحو 900 ألف شخص بأصواتهم بمراكز الاقتراع لافتا إلى إدلاء 235 ألف شخص بأصواتهم في مراكز الاقتراع الخارجية قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن سبع صفن محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية ليرتفع العدد الإجمالي للسفن إلى 218 منذ دخول اتفاق أعادة تصدير الحبوب عبر ممر آمن في البحر الأسود حيز التنفيذ وأفادت الوزارة بارتفاع إجمالي كميات المنتجات الزراعية التي تم شحنها عبر البحر الأسود حتى الآن إلى 4.850.000 طن ترجمة نانسي قنقر تعهد كيرش تارمر زعيم حزب المعارضة الرئيسية في المملكة المتحدة بإلغاء قرار خفض الضرائب الذي أعلنته الحكومة للأشخاص الأعلى دخلا في وقت تتجه فيه البلاد إلى الركود وقال ستارمر إنه في حال فاز حزبه بالسلطة فإنه سيلغي خفض الضرائب لأولئك الذين يتجاوزوا دخلهم 150.000 جنيه سترليني سنويا وتؤيد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليسترس خفض الضرائب كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وألغت حكومتها حدا أقصى تبلغ نسبته 45% للأشخاص الأعلى دخلا توقعت وكالة بلومبرغ أن يظهر تقرير مرتقب من منطقة اليورو ارتفاع معادلة الضخم عن الشهر الماضي ليسجل نحو 10% مما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذي يدرس رفع أسعار الفائدة بقوة هذا ويتوقع البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة أكثر خلال الأشهر المقبلة دون الاكتفاء بما وصف بأنه أسرع تغيير في أسعار الفائدة بتاريخ أوروبا في الوقت الذي يدفع ارتفاع تكاليف الطاقة أوروبا نحو الرقود وقعت الإمارات وألمانيا خلال زيارة للمستشار الألماني أوليف شالس إلى أبو ظبي وقعت اتفاقية تنص على تزويد الإمارات لألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023 تنص الاتفاقية على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر عام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في عام 2023 كما تم الاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل خلال عام 2023 ذكرت جمعية مصارف لبنان أن بنوك البلاد تستأنف عملها ابتداء من غد الاثنين عبر قنوات يحددها كل مصرف كانت البنوك اللبنانية قد أغلقت منذ نحو خمسة أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مدعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة هذا ويمر لبنان بأزمة اقتصادية يصفها البنك الدولي ضمن أشد عشر أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها تواصل عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية يواصل الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد في انتخابات يحق لنحو واحد وخمسين مليون ونصف المليون مواطن التصويت خلالها تستمر عمليات التصويت حتى الحادية عشر مساء على أن تصدر بعد ذلك النتائج الأولية وتمنح توقعات حزب إخوة إيطاليا نحو خمسة وعشرين في المائة من الأصوات بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة وفي حال فوزهم من المرجح أن تتولى زعيمته جورجا ميلوني البالغة من العمر خمسة وأربعين عاماً رئاسة حكومة اقتلافية عدد من الملفات الهمة تنتظر الحكومة الإيطالية الجديدة والتي يتصدرها الأزمة الأوكرانية وتداعيتها الواسعة على مختلف المجالات ومنح الحياة في إيطاليا وأوروبا بأكملها كما تواجه الحكومة الجديدة تحديات عديدة وفي مقدمتها أزمة الطاقة وارتفاع مستويات التضخم بما يترتب عليه من تكلفة باهضة تعصف بثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو عقب استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي في يوليو الماضي نتيجة سحب ثلاثة أحزاب في ائتلافه دعمها له دخلت إيطاليا في وضع ضبابي وظهر أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة هي الحل الأمثل للمأزق السياسي في إيطاليا الحزب الفائز بالانتخابات الإيطالية ربما لن يفرح كثيرا بفوزه إذ سيتعين عليه العمل من اليوم الأول في السلطة لمحاولة حل مجموعة من القضايا العالقة والتي تشغل بال الناخبين الإيطاليين الملفات الشائكة التي في انتظار الحكومة الإيطالية الجديدة تتصدرها بالطبع الأزمة الأوكرانية أو بالأحرى التداعيات الواسعة لهذه الأزمة على مختلف المجالات ومناح الحياة في إيطاليا وأوروبا بأكملها وفي المقدمة أزمتي الطاقة وارتفاع مستويات التضخم بما يترتب عليه من تكلفة باهظة تعصف بثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في طريقها نحو العودة للمسار التنموي الصحيح ستسعى إيطاليا جاهدة للحصول على جزء من مخصصات أوروبية بقيمة 200 مليار يورو لتمويل تعفيها بعد جائحة كورونا علما بأن لديها ثاني أعلى دين عام في منطقة اليورو إلى جانب كل ذلك أدى الجفاف الذي ضرب البلاد هذا الصيف واعتبر الأسوأ منذ سبعين عاما حيث أدى إلى انقفاض هائل في منسيب المياه العذبة قبل أن تأتي الأمطار لتضرب أنحاء متفرقة من البلاد فتجاوز عدد العواصف والأعصير والفيضانات التي ضربت البلاد خمس مرات بما يلقي ضوءا كبيرا على ملف التغير المناخي في إيطاليا الذي يمثل مع الاقتصاد أبرز ما يركز عليه الناخب الإيطالي في الانتخابات فيلتشيك حقق حزب آنو مكاسب كبيرة في المدن الإقليمية الكبرى ضمن النتائج النهائية للانتخابات البلدية التي جرت في البلاد مؤخرا يأتي هذا فيما حظيت الأحزاب الحاكمة في براج بأغلبية المريحة ومن المتوقع أن تبدأ في المحادثات بشأن تشكيل ائتلاف قريبا تعهدت الصين باتخاذ خطوات قوية لمنع التدخل الخارجي في تايوان وأكد وزير الخارجي الصيني وانجي في كلمته خلال اتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد أنه يجب مكافحات أنشطة تايوان الانفصالية واتخاذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي أعلن وزير الدفاع البريطاني بان والس أن مملكة المتحدة ستزيد حجم انفاق قواتها المسلحة بما لا يقل عن 52 مليار جنيه استرليني وقال والس إن رئيسة الوزراء ليستراس ملتزمة بما تعهدت به خلال حملتها الانتخابية بشأن زيادة الانفاق الدفاعي بنسبة 3% وأضاف أن ميزانية الدفاع السنوية ستبلغ نحو 100 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2030 كشف مسؤولون بالحكومة اليابانية أن توكيو تدرس زيادة انفاقها الدفاعية إلى أكثر من 40 تريليون يين أو ما يعادل 279 مليار دولار على مدى سنوات الخمسة المقبلة ووضح مسؤولون حكوميون أن الخطة الخمسية تعكس تعهد رئيس الوزراء فوميو كشيدة بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة التوسع العسكري الصيني والتنمية النووية والصاروخية السريعة لكوريا الشمالية ترجمة نانسي قنقر وفي كندا تحول الترتيز إلى الجهود الضخمة لإزالة المخلفات وتقييم الأضرار وإعادة خدمات القهرباء والاتصالات وذلك بعد الدمار الذي خلفته العاصمة فيونا في الساحل الشرقي لكندا اقتاحت تلك العاصفة التاريخية شرق كندا مثيرة رياحا شديدة وأكبرت السلطات على إجلاء السكن في شرق كندا هدأت العاصفة لكن أثرها لتزال بقية فالعاصفة فيونا التي جاءت حاملة معها رياحا عتية وأمطارا غزيرة تسببت في انقطع الكهرباء عن ألاف المنازل شركات المرافق قالت إنما يقرب من 79% من العملاء أو 414 ألفا باتوا بدون كهرباء في مقاطعة نوفا سكوشا وإن 95% أو 82 ألفا انقطعت عنهم الكهرباء في جزيرة الأمير أدورد فيما شاهدت المنطقة أيضا عدم انتظام خدمة الهاتف المحمول كذلك أصدرت السلطات في نوفا سكوشا انظارا طريقا على الهواتف تحض فيه السكان على ضرورة ملازمة المنازل وتخزين ما يكفي من الإمدادات لمدة 72 ساعة على الأقل إلى ذلك قال رئيس الوزراء جاستان ترودو إن القوات المسلحة الكندية ستنتشر للمساعدة في عمليات إزالة المخلفات وتقييم الأضرار وإعادة خدمات الكهرباء والاتصالات وعلى الرغم من خفض تصنيفها من أعصار حملت فيونا معها رياحا بسرعة بلغت 137 كم في الساعة عند وصولها إلى سواحل شرق كندا آتية من منطقة البحر الكاريبي كانت العصفة فيونا قد ضربت أرخبيل برمودا ومنطقة الدومينيكان منطقة بورتوريكو الأمريكية حيث أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في المنطقة التي لا تزال تكافح من أجل التعافي من الأعصار ماريا قبل خمس سنوات أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية حالة الطوارئ العامة بسبب اجتداد العاصفة الاستوائية إيان فوق منطقة البحر الكاريبي مع توقعات بأن تصبح إعصارا هائلا خلال الساعات القادمة ودعا حاكم فلوريدا السكان إلى الاستعداد لعاصفة قد تضرب مساحات شاسعة في الولاية من جانبي أقر رئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ للولاية وسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة للولاية لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم في بنجلداش بينما لا يزال العشرات في أعداد المفقودين إثر غرق عبارة مقتضة بالركاب وذلك في أسوأ مأساة من نوعها في البلاد فيما يزيد عن عام وذكرت إدارة إقليم بانشاجار شمال بنجلداش أن الجثثة التي تم انتشالها حتى الآن تشمل 12 امرأة وثمانية أطفال وأشارت الشرطة إلى أن نحو 30 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بينما تمكن بعض الركاب من السباحة إلى الشاطئ نظمت هيئة قناة السويس جولة للتعريف بالقرية الأولمبية وإلقاء الضوء على تجهيزاتها واستعادتها لاستقبال البطولات المختلفة وتعد القرية الأولمبية صرحا رياضيا هاما حيث تضم استادا على مساحة 80 ألف متر مربع مزود بأحدث التقنيات المطلوبة للبطولات العالمية حلم رياضي جديد يتحقق بسواعد أبناء هيئة قناة السويس بإنشاء القرية الأولمبية تلك المدينة الرياضية المتكاملة التي صممت طبقا للمواصفات العالمية على مساحة 350 ألف متر مربع والتي استضافت وفدا رياضيا وإعلاميا لتفقد العديد من المنشآت الرياضية لمختلف الألعاب تأكيدا على الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس في منطقة القناة صرح كبير رياضي جهز لاستقبال كل البطولات سواء العربية أو الفريقية أو المصرية طبعا كصرح يشرف هاية قناة السويس والإسماعيلية ومصر كلها الصرح البنى في مدة ثلاث سنوات على 86 فدان فيه هو عبارة عن قرية أولومبية فيه الاستاد طبعا لباسعة 21 ألف متفرج فيه مجمع حمام السباحة فيه الصلاة المغطى فيه ملاعب الهوكي الدولية التي تلعب عليه فعلا فيه ست ملاعب للخماسي فيه ثلاث ملاعب لكرة القدم من طريق كرة القدم صار حيعملهاق ما كنتش متوقع أن أشوف الكلام ده 85 فدان يعني فيهم كل ما يمكن أن أنت تستثمره بشكل كبير جدا زي ما قلت المكان ده كان مهجور النهاردة بيعج بالجمايير وبالصعفيين وإن شاء الله قريب جدا بالرياضين فشيء جميل أنا بشكر ست الفريق عليه دعوة كريمة سعدت بيها النهاردة وبعد ما شفت المنشآت وشفت كل الإمكانات الموجودة لأي رياضية تمناها موجودة هنا القرية الأولمبية تتكون من استاد هيئة قناة السويس الذي أنشئ على مساحة 80 ألف متر مربع مزود بأحدث التقنيات المطلوبة للبطولة العالمية بالإضافة لعدد من القاعات الحديثة ومدرجات تستوعب 21 ألف متفرج بالإضافة لإستاد الهوكي الدولي الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالإضافة لستة ملاعب مفتوحة لتدريبات الألعاب الجماعية بالإضافة لبناء مسجد ليدعم الإستاد منظومة الدولة في تطوير البنية الأساسية للرياضة المصرية القرية الأولمبية تم تنفذها على مسطح حوالي 350 ألف متر مربع ما يعادل 86 فدان فيها العديد من المنشآت الرياضية الهمة بتستوى بحوالي 22 نشاط رياضي مختلف شركة قناة سويس السمار هي التي قامت بتصميم وتنفيذ استاد هيئة قناة سويس الموضوع مش على التوازي تصميم وتنفيذ على التوازي ومش بطريقة غير تقليدية يعني إحنا ما كناش بنشتغل بنفس الطريقة التقليدية لأعمال المأولاد القرية تقدم خدماتها الصحية بوجود ناد صحي رياضي بالإضافة لوحدة لعلاج إصابات الملاعب بها تجهيزات خاصة لذوي الهمم وصالة رياضية وبذلك تساهم القرية في النهوض بالمنظومة الرياضية المصرية التي تقدمها الدولة للعالم 66 عاماً سطرت فيهم قناة السويس منذ تأميمها عام 1956 تاريخاً من الإنجازات المتعلقة بالملاحة العالمية ليأتي هذا العام وتحتفل فيه الهيئة بهذا الصرح الرياضي العالمي لتعلن عن جاهزيتها باستضافة كل الفعليات والبطولات الدولية والإقليمية لتكون هذه المدينة الرياضية شاهدة على جهود الهيئة في مواكبة رؤية مصر لبناء الجمهورية الجديدة من داخل استاد هيئة قناة السويس محمود جميل التلفزيون المصري تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال مدارس مدينة الأسمرات لمتابعة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر جميع الكتب المدرسية وانتظام تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسي كما أشهد محافظ القاهرة بدور مركز ثقافة الأسمرات والعاملين به في القيام بالتوعية والتعليم وتدريب الأطفال على استخدام الحاسب الألي وشرح تعريفات مبسطة لتنمية المستدامة والمشروعات الكبرى تشهد مخازن السلع التموينية بالشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ناصر شمال بني سويفا توفر كافة السلع التموينية لتوزعها على البدلين التموينيين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ملف الأمن الغذائية الذي يشكل أولوية قصوى للدولة شهدت مخازن السلع التموينية داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ناصر شمال بني سويف توفر كافة السلع التموينية لتوزيعها على البدلين التموينيين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية متوفر طبعاً زي ما حداك شايفين جميع السلع الأساسية بالإضافة للسلع الإضافية اللي موجودة على البطاقات التموينية عندنا رز وعندنا السكر وعندنا الزيت متوفر بأرصدة بتزيد عن الثلاث شغور وتتوافر داخل المخازن كافة السلع التموينية من الأرز والسكر والزيت والدقيق وغيرها من السلع الأخرى وذلك لسد احتياجات المواطنين نحن حالياً في مركز ناصر فرع بوش 2 الفرع مستهدفه 5 مليون 800 ألف الحمد لله نحن لحد دلوقتي خلصنا شهر 9 المنظومة وصرفنا بزيادة حوالي 105% وطوال فترة جائحة كورونا إضافة إلى الأزمة الأوكرانية نجحت مصر في تأمين مخزون وافر من كافة السلع التموينية ده واحد من 17 فرع موجودين في المحافظة بيصرفوا السلع التموينية لتجار التمويني الشهر ده صرف بحوالي 7 مليون 800 ألف يعني بزيادة عن الشهر اللي فات بحوالي 2 مليون 800 ألف ده عشان السلع الاستثنائي أو الدعم الاستثنائي اللي أصدر به قرار سيادة رئيس الجمهورية مسارات متوازية تعمل عليها الدولة لتحقيق هدف الأمن الغذائي من خلال النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال مع الزميلة رغدة أبو ليلى مساء الخير رغدة مساء النور شكرا لكم أمربة المليجي وإلهام ممر إلى أخبار المال والأعمال محلياً وأيضاً عالمياً أهلاً بكم نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن رسوماً توضيحية تسلط الدواء على تجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من تروات مصر من الغاز الطبيعي أظهر التقرير ارتفاع معادلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسال حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفاً لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-2022 مقابل 600 مليون دولار عام 2013-2014 أشار التقرير إلى ما أورده الاتحاد الدولي للغاز بأن مصر تشهد ثانية أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً تحت عنوان نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة وذلك ضمن سلسلة رؤى على طريق التنمية وأكد التقرير أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالية يعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفة حيث تسعى مصرور تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص في القطاع الصناعي كشف تقرير دولي عن استحواذ مصر ونيجيريا وكينيا على 90% من استثمارات التكنولوجيا الزراعية بإفريقيا لعام 2021 وأصلت التقرير الضوء على مكانة مصر كنظام بيئي رائد للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بما يؤكد النطق السوقي الذي تشهده مصر حيث استطاعت تحقيق رقم قياسي في عدد المستثمرين بما يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب المتزايد من جميع أنحاء المنطقة والأسواق الدولية أعطى وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملة إشارة بدء التشغيل لمشروع ربط خط غاز حقل ريفن بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعية وأوضح الملة أنه يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل ربط وتدفيع إنتاج حقل ريفن بالبحر المتوسط لمصانع شركة جاسكو بالإسكندرية والتي تقوم بفصل المشتقات بما يوفر إنتاجا جديدا من مشتقات الغاز الطبيعي لعدد من المجالات مثل خاليط الإتان بروبان الذي يمثل المادة الخام لمصانع البترو كيمويات عقد وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعا مع وفد شركة فلاكس بي اي تي إحدى الشركات الهندية العاملة بمجال صناعات البوليستر حيث تستهدف الشركة استثمار 110 ملايين دولار في مشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة يستهدف المشروع إنتاج 400 ألف طن من راتنج البوليستر سنويا كما يستهدف توفير 200 فرصة عمل مباشرة و 500 فرصة عمل غير مباشرة ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام المقبل يدخل حيزة تنفيذ في أوائل 2024 وإلى سوق المال حيث تبينت مؤشرات البرصة المصرية بختام التعاملات حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9933 نقطة متراجعا بالنسبة 38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة كما فتح مؤشر أشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2192 نقطة مرتفعا بالنسبة 77% ليغلق عند مستوى 2209 نقطة وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3127 نقطة ليصعد بنسبة 41% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولر الأمريكي 19.42 مليمائة جنيها للشراء و19.53 مليمائة جنيها للبيع اليورو وصل إلى 18.82 مليمائة 18.94 مليمائة الجنيه الاسترليني 21.9 مليمائة 22.21 مليمائة الدرهم الإماراتي 25.8 مليمائة 35.32 مليمائة أخيرا أريال السعودية 5.16 مليمائة 5.19 مليمائة في منطقة الخليج أغلق مؤشر البورصة السعودية منخفضا بنسبة 62.18 مليمائة متأثرا بموجة الانخفاض في الأسواق العالمية وهبوط أسعار النفط وفي بورصة الكويت أغلق مؤشر السوق الأول منخفضا بنسبة 2.5 مليمائة ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.5 مليمائة كانت الأسواق الأمريكية والأوروبية قد تراجعت في آخر تداولاتها بسبب مخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى مرفة المليجي وإلهام نمر إليك شكرا لك رغض على هذا العرض الاقتصادي اختمت بالقاهرة فعليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشر أقيم المهرجان بمسرح السور الشمالية بالقاهرة التاريخية تحت شعار رسالة سلام إلى العالم وذلك بمشاركة عدد من الدول وقد حقق نجاحا جماهريا وإعلاميا كبيرا على مصرح سور القاهرة الشمالية اختتم مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية فعلياته في دورته الخامسة عشر والذي استمر خلال الفترة من السابع عشر حتى الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار رسالة سلام إلى العالم في ختام المهرجان مش هقدم كل فرعة لحدة احنا قدمناها بكده ولكن عملنا تلس ورش فنية كل اللي بيشارك فيها بحب الكل اللي بيشارك فيها في التأكيد على رسالة سلام وانطلقها من القاهرة التاريخية إلى العالم أجمع الحقيقة دي ثالث مشاركة ليه يعني هو المهرجان في دورته الخمسة الخمستاشر ودي الدورة الثالثة ليه ثالث سنة شارك معهم طبعا زي ما حضرتك شفت الفرق الكبيرة طبعا من عمستوى العالم أكثر من عشرين دولة مشاركة في المهرجان السنادي أو خمسة وعشرين أعتقد كلها في تنغم واحد وفي تآلف واحد برؤية فنية رائعة طبعا للمبدع الدكتور نصرع فتاح شهدنا إمدادات الأنوار كما يشهد الناس الشمس وهي تصطع بأشعاتها لتحيي عالم النبات والحيوان وعالم الأجساد كذلك شهدنا إمدادات أنوار النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وذريتها الطيبة في هذا المهرجان فعمت الفرحة والسعادة والبهجة والسرور جميع الحاضرين طبعا هذه المشاركة الثانية لنا في مهرجان سماع في مصر دولة مصر العربية كانت مشاركتنا الأولى سنة 2018 وهذه المشاركة الثانية في هذا المهرجان فأنتم رأيتم بأم عينكم مدى السلام الذي انتشر بين العالم في هذه اللحظات الجميع المهرجان أقيم بمشاركة أكثر من 30 فرقة من الفرق المصرية إلى جانب فرق الجالية الأجنبية المقيمة بمصر من 22 دولة مع مشاركة كندا لأول مرة هذا العام وأقيمة الفعليات في عدد من الأماكن الأثرية من بينها قصر الأمير طاز وبيت السناري وقبة الغوري والمهرجان بصراحة منظم جدا وحلو جدا وما كنتش متوقع أنه يبقى عليه ضغط بالشكل ده يعني يريد الناس كلها يبقى فيه دعاية أكتر عشان الناس تعرف أكتر عنه لأنه فعلا جميل وممتع يعني الأجواء حواليه حلوة قوي وديكورات حلوة وكل حاجة حلوة هي فكرة مختلفة ومميزة والمفروض يبقى فيه حاجات زي كده أكتر في البلد والمفروض يتروج لها أكبر من كده لأنه أنا سمعت عنه بالصدفة أصلا فإنشان أنه المفروض محتاج يتعامل عنه إعلانات ودعاية أكتر من كده هي حاجة جميلة جدا لأن مصر مهد الحضرات والثقافات وبلد سياحي من الدرجة الأولى والمكان أصلا ليه روح وكده جنب أبواب القاهرة الأديمة وكده فالموضوع يعني شايق وممتع وسط أجواء روحانية وتراثية وحضور جماهيري كبير أقيم حفل اختتام مهرجان سماع الدولي بمشاركة جميع الفرق وذلك في ورشة دولية بعنوان معا نغير العالم للتأكيد على التواصل الإنساني بين الشعوب جرمين إبراهيم التلفزيون المصري وصل مشاهدين إلى نهاية نشرة السادسة لا يتبقى بها سوى تفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار الرئيس السيسي يوجه باستكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة على هامش أعمال جمعية العامة بنيويورك الشوكري يبحث مع نظيره السوني تدعيات أزمتي الغذاء والطاقة وقضايا المناخ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفن يقول إن روسيا ستواجه عواقب كارثية إذا سلكت المصاري المظلم واستخدمت الأسلحة النووية نهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري شكرا للمتابعة ودنطن في أمان الله اشتركوا في القناة